أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة استعداد مختلف أجهزة ومدريات المحافظة خاصة مدرية الموارد المائية والري لموسم السيول والأمطار خلال فصل الشتاء وشدد شوشة خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة شدد على وضع خريطة بالمناطق التي تتأثر بالأمطار وذلك في مدن المحافظة وطرق التغلب عليها طلب المحافظ كذلك مختلف الجهات والمدريات المعنية بحصر للمعدات والإمكانات المتاحة لمواجهة موسم الأمطار والسيول المحتملة بجانب التنصيق بين مختلف الجهات والتنصيق أيضا مع محافظات الجوار للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل محافظة وتوزيع احتياجات الإيواء العاجل على مجالس المدن